الحكومة المؤقرة والمديرون التنفيذيون وإدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية اي اف دي بي والموظفون والضيوف الكرام والمشاركون سيداتي وسادتي صباح الخير مساء الخير حسب مكاني تواجدكم نيابة عن مصر يسعدني أن أرحب بكم جميعا في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي الفين وثلاثة وعشرين يشرفني أن أنقل تحياتي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية توجيهات معاليه لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين وتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح الاجتماعات إن استضافة الاجتماعات السنوية للمرة الثالثة في مصر يؤكد عزمنا الراسخة على دعم تكامل أفريقيا وتنميتها من خلال هذه المؤسسة الحيوية وبعد نجاح مصر في استضافة كاب 27 بالإضافة إلى الأحداث الكبرى الأخرى بما في ذلك الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 أنا على ثقة من أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023 في شرم الشيخ ستكون حدثا استثنائيا اسمحوا لي أن أعرب عن تقدير العميق لإدارة وفريق بنك التنمية الأفريقي المسؤول عن الاجتماعات السنوية التي تحكم اختيارهم لموضوع هذا العام تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر يتناول موضوع أحد أكثر الموضوعات الحاحن التي تهم جميع البلدان في جميع أنحاء العالم بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص يساهم التغير المناخ في زيادة عدام الأمن الغذائي وزيادة نزوح السكان وزيادة الضغط على موارد المياه في القارة تضاعف تأثير تغير المناخ بسبب جائحة كوفيد-19 والأثار المترتبة على التوترات الجيوسياسية نحن ندرك جميعا أن المستوى الحالي لتمويل المناخ في القارة يحتاج إلى زيادة كبيرة بحيث يغطي إجمالي التدفقات 12% فقط من التمويل المطلوب والمتعلق بالمناخ في أفريقيا ومن الأهمية بمكان إطلاق موارد إضافية لبناء اقتصادات قادرة على التكيف مع تغير المناخ وبناء على ذلك هناك دعوة عاجلة لتعبئة المزيد من الموارد من خلال تحفيز القطاع الخاص على القيام بدور أكثر أهمية في النمو الأخضر والتنمية المستدامة لجميع التصورات لأفريقيا من الضرورية تقييم احتياجات القطاع الخاصة ووضع إطار للسياسة العامة لاكتذاب الاستثمارات الخاصة وتنظيم المنتجات المبتكرة ومشاريع إزالة المخاطر المناخية بالإضافة إلى مؤسسات التنمية متعددة الأطراف وبشكل جماعي وعلى وجه الخصوص بنك التنمية الأفريقية باعتباره يلعب دورا هاما كمؤسسة تنموية متعددة الأطراف بالقرة حيث ينظم الجهود لتعبئة التمويل اللازم ومشاريع إزالة المخاطر لزيادة مشاركة رأس المال الخاص يتطلب تسقير فرص الاستثمار المناخي في أفريقيا ابتكارا وهياكل التمويلية ونشرا استراتيجيا لرأس المال بالإضافة إلى برنامج البنك ستنظم مصر حدثين جانبين لمناقشة تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة ودور التكنولوجية المالية في إطلاق التمويل المستدامي والأخضر نتطلع إلى المشاركة الفعالة لجميع ضيوفنا الكرام تنعقد اجتماعات هذا العام خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والإقليمي حيث يواجه الاقتصاد العالمي طباطئا في النمو العالمي وارتفاع التضخم وتضخم التوترات الجيو السياسية وتجديد الأوضاع المالية العالمية وتزايد مخاطر أزمة الديون بشكل كبير في العديد من البلدان تسلط هذه الأوقات الصعبة الضوء على أهمية اجتماعاتنا في تقديم فرص حقيقية وقابلة للتنفيذ من أجل التغيير أنا واثق من أنه في شرم الشيخ سنحظى بفرصة مناقشة السبل والوسائل حول كيفية توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز التعاون فيما بيننا من أجل الاستفادة من النجاحات السابقة وتجاوز العقبات الحالية بصفتي محافظة مصر للبنك الأفريقي للتنمية ورئيس قطاع الحوكمة أتطلع بشغف إلى المشاركة والتعاون النشطين مع المحافظين وصناع السياسات الموقرين أضيوف الكرام سيداتي وسادتي إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بكم جميعا في أرض السلام مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين من مايو أتمنى لكم جميعا السفر الآمن إلى مصر وإقامة ممتعة في مصر هذه المدينة السحرة شكرا لكم